يا ربي عنه يصرف عنه ودي القزوانية أصرفه عنه يعرف ان هذا الذنب ارتكبناه نحن الشعب الموريتان ذنبنا اللي عاد علينا وللقزوان نحياكم الله معكم أخديركم علي باريش دائما فيما يخص قضية صحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة على الشعب المغرب العظيم تين واحد الانقلاب يطبخ يهندس له في موريتانيا انقلاب وشيك في أي لحظة تقدوا تفاجئوا وتسمعوا على انقلاب في موريتانيا يقد حظ منكم يسويوا لنعلاش وكيفاش وشنية الدلائل وشنية الدلالات وشنية الإشارة باش حكمتي؟ على أنه في أي لحظة تفاجئوا وتباغتوا وتفيقوا على انقلاب في موريتانيا أنا اللي اتتول إخوان كنت مع إخوة موريتانيين ومنهم سياسيين وتكلمنا مطولا وتحاورنا حتى فهموني ياسر من الأمور اللي غنقدي نشرحها لكم ونوصلها لكم كمتتبعين للرأي العام هذا الإخوة الموريتانيين خبروني على أنه الانقلاب يطبخ في موريتانيا حق بعد وهذا الانقلاب يخطط له من طرف الجزائر والمخابرات الجزائرية والبوليزارو منذ مدة ليش تبط طاولها منذ وصول لوض الغزوان بالضبط زيادة هذا باش نزيد نفسلكم ونوضحكم ونحطكم في صورة الموضوع موريتانيا معروفة بالانقلابات واحدة من أكتر الدول الإفريقية اللي عرفت انقلابات أول رئيس في موريتانيا لهو الدده انقلب عليه ولد هيدالة معروفة معروفة حتى الرئيس السابق ولد عبد العزيز وصل إلى الحكم عبر الانقلاب حاليا ربما نقوله لأن الرئيس الحالي هو الغزواني لم يصل بالانقلاب وصل بحكم بانتخاباته ولكن العقلية للموريتان وعقيدة عندهم تقوله لأنه لا يوجد أي رئيس في موريتانيا يتمم فترة حكمه سالما مهني نهائيا حتى الرئيس السابق ولد عبد العزيز تفاجأوا الموريتانيين أن نسلم الحكم ببرودا والغزواني اعتقدوا الموريتانيين وتفاجأوا على أن الرئيس الوحيد اللي هو ولد عبد العزيز مر ونجا من العقيدة المعروفة عن الموريتانيين اللي قد لكم لا يوجد أي رئيس موريتاني يتمم مهامه سالما بعد ما سلم ولد عبد العزيز الحكم لولد الغزواني ولد الغزواني نفسه اتهم ولد عبد العزيز بالفساد ونهب خيرات الشعب الموريتاني ونهب تراوات الشعب الموريتاني ونهب الملعام الموريتاني وهو اليوم تحت محاكمة في موريتانيا وسوجنا لشهور ما زال متابعاه المحاكمة وممنوع من مغادرة التراب الموريتاني الرئيس السابق الموريتاني والعب العزيز في فترة حكمه ما كانش الأمور هادئة مع المغرب كانت مكهربة العلاقات بين المملكة المغربية وموريتانية ولكن بعد وصول ولد الغزواني الحكم تحسنت العلاقات بين المغرب وموريتانية والمتتبع شأن الداخل الموريتاني كيشوفوا على النوض الغزواني رئيس موريتانيا محايد بكل ما تحمل الكلمة من معنى في قضية الصحراء المغربية وحتى في الخلاف المغربي الجزائري ولكن الجزائر ما بغاد شد شيء الجزائر تدور رئيس في موريتانيا يخدمها يكون عبد عندها يخدع لأوامر المخابرات الجزائرية الجزائر هدفها هو التضييق وحصار المغرب وقفل معبر القرقرات أو المعبر الوحيد للمغرب في اتجاه باقي إفريقيا المار من موريتانيا هذا الشيء ما القوش في ولد الغزواني إذن المخطط الجزائري هو الإطاحة بولد الغزواني وإرجاع ولد عمزيزي الحكم أو تعيين رئيس جديد لموريتانيا يكون تابع النظام الجزائري يخدع لأوامر المخابرات الجزائرية فهذا الخطط الجزائري البولوزاريو يشتغل عليها الجزائريين منذ سنوات قبل سنوات عديدة إلا من أقول قبل عقود فالجزائر البولوزاريو في عهد الرئيس ولد هيدالا الانقلابي لنقلب على ولد داداه ولد معاوية ولد عمزيز هالثلاثة حكام الجزائريين فترة حكم نقلت البولوزاريو الجزائر عشرات من العائلات من مخيمات تندوف إلى موريتانيا وبالضبط فنواضيبه أن نواضيبه اليوم اللي هي العاصمة الاقتصادية الموريتانية بكتبعد فقط بضع كيلومترات على القويرة كي يسكنوا عدد كبير من عناصر البولوزاريو الحاملين الجنسية الموريتانية وهذه العناصر البولوزاريو الحاملين الجنسية الموريتانية قدرت البولوزاريو الجزائر لأنها تشكل قاعدة جماهيرية تحمل الجنسية الموريتانية تخدم أجندات الجزائر البولوزاريو وهذه القاعدة الجماهيرية تخدم الجزائر البولوزاريو في مخططاتهم بحيث أنه عدد كبير من العناصر البولوزاريو الحاملين الجنسية الموريتانية واللي يقدروا يصوتوا ولا يترشحوا في الانتخابات هذا القاعدة الجماهيرية تصوت عليهم وتنتخب عليهم وتعطيهم مناصب كبيرة في الدولة الموريتانية وعلى سبيل المثال قاسم ولد البلالي عمدة نواضيبو وهو عنصر من البوليزاريو وصوتوا عليه في الانتخابات الأخيرة عناصر البوليزاريو بموريتانية حتى أنه تفاجأت مؤخرا شاهد فيديو القاسم ولد البلالي عمدة نواضيبو في الحملة الانتخابية يخاطب أنصاره بصفتهم صحراويين لا موريتانيين هذا عجيب وغريب وهذه عرفوه جميع الموريتانيين أن سكان نواضيبو العاصمة الاقتصادية الموريتانية أغلبيتهم اللي لم أقول الأغلبية الساحقة هم صحراويين من مخيمة تندوف وأتباع البوليزاريو اللي كتسعملهم المخابرات الزائر والبوليزاريو في الأجندات ديالها لما غنكتفوش بقاسم باللالي عمدة نواضيبو اللي كان سابقا والنواضيبو وهذا القاسم باللالي عنصر من البوليزاريو وخطاباته كلها كتأيد البوليزاريو وتعتبر المغرب احتلال والصحراء محتلة ماشي القاسم والبلالي عدد كبير من الجنرالات اللي متواجدين في الجيش الموريتاني هم في الأصل تابعين البوليزاريو وبعض منهم ولد وترعرع في مخيمة تندوف حتى أنه حاليا رئيس البرلمان الموريتاني محمد بامبايقت والدته عاشت في مخيمة تندوف اللي هي من قبيلة ولاد تدرارين والده فعلا من الحراطين اللي براكنا إلا أنه الرئيس الحالي لبرلمان الموريتاني نقدر نقوله عنصر من البوليزاريو داخل مؤسسة كبيرة في موريتانيا ونقدر نقوله أنه تالت تلاتة في موريتانيا هو الشخصية التالتة في الدولة الموريتانية وبهذا نقدر نقول لكم أخوتي لأن المخابرات الجزائرية والبوليزاريو النشرين الشبكة كبيرة من عملائها من تاشرين في جميع المراسب الدولة الموريتانية بمن فيها الجيش والجنرالات والسياسيين والأحزاب والمراصب والوزراء وفي أي لحظة يشكلوا تشكل المتحد والإطاحة بالرئيس والغزواني في أي لحظة زيادة على ذلك خلي السياسيين وخلي الجنرالات حتى الشعب الشعب الموريتاني الحاملين الجنسية الموريتانية هناك منهم أعداد كبيرة هم بوليزاريو يحملوا الجنسية الموريتانية واليوم يخدموا بروبوغاندا وأرجندات لبوليزاريو الجزائر داخل موريتانيا فلهذا الإخوان الموجة الحالية اللي كتعرفها إفريقيا من انقلابات تكونوا منتظرين على أنه في أي لحظة يوقع انقلاب في موريتانيا وبالتالي الإطاحة بالرئيس والغزواني وتعويضه بجنرال من جنرالات موريتانيا يخدم الجزائر والبوليزاريو أنا نسمع بعض التسريبات على ما أقول حياكم الله وشعب المغرب العظيم أنا أولا ما يفاصل لحده الموريتان وهذا الصحراء بينا نعرف لكامل الفاصل إليدي وهي الناس المجنسة هنا ونقول لك أنا أنا من الناس اللي جنستها يعني من الناس الجنستها وجنس جنست آلاف لميامي والله قاعد آلاف من الأسر اللي داع علاقة لها بموريتانيا حالا ما بين فترة معاوية عقاب زمنه إلى فترة شيد الشيخ عبدالله إلى فترة فولي عبدالعزيز بداية لا وجود لهم أما خالقه الناس اللي أصولها صحراوية اللي كانت في السماء غير معروفة ملي ما محتاج نقول هنا لينها معروفة وكانت مع الفرنسيين أصلا معروفة ما لا مرأة فيها هذه المدات اللي جنست هون قبائل لا وجود لرقاج منها ولا اسم عائلي في موريتان نهاية نهاية ونقول لك عن حال الناس المخيمات عموما 99% منها الجنس هون لأننا جاءنا حتى المسؤولين الكبار الصحراوي هون وجنسناهم هون في موريتان إذن عن ما يقول لي ما يستقم درقاج جيدية في هذا اللي نقول نعرفه ذلي جنستان هون بأمر من الموريتان من حكومة نتانيهم أي جماعة من القضاة من الناس تانية مد لا وجود لها موريتان ولا قططات فيها ولا عندها حرف فيها ولا عندها عضو واحد من قبيلة فيها متواجدين حالا والإحمادة لا فهمتوا قول لك عن الالصحراء حروا موريتان ما هي حق ما هي حق ما هي حق لا أسس لها من الصحة موريتان حروا هون موريتان ذلي قد انترف دمدافعهم كانوا على شاضيتين واحدين مرتزقة صب معنا الكلمة هم المرتزقة الحكية يمشوا يطلعهم من القرطاص يطرحوا لي بال الناس ويسعبدوها ولا يشرفون التاريخ ترجمة نانسي قنقر